وانا هقول لكم على تلات امور ممكن نعملها عشان نستفيد من هذا التنوع والاختلاف اللي ما بين انماطنا الزواجية اول شي انا شايف ممكن نعمله نتوقف وبصورة سريعة عن المن وتحويله الى امتنان يعني ايه انت مش عارف كانوا مين بيطلبوني للجواز ايه اللي حاصل وانت مش عارفة ان مكانتي الاجتماعية ايه انت مش عارفة انا كنت ممكن اقدر اتجاوز ازاي لازم نتوقف عندها ونعمل ايه بقى انا شاكر ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بك انت نعمة من نعم ربنا يبقى تحويل المن الى امتنان الامتنان ده بيخلي الانسان يخرج احسن ما فيه دايما بقول ان اي فروق ثقافية اي فروق فكرية ممكن تدوب بالامتنان لازم نعمل كده تاني حاجة بقى نعمل ايه نغير طريقة التوجيه بينهم ونعدر الطريقة دي اللي هي دي التوجيه فما تاخدش شكل التهديد انت هتتغير ولا اتطلق انت لو ما عملتش كده انا هتطلقك لا لان الطريقة دي طريقة سيئة الناس بتتصور انها طريقة مناسبة ان انا اختار اختبر الحب فهو كل ما بيقبل تهديدي بيبقى متمسك بيا اكتر بس على فكرة الحب مش موجود عشان اراهن عليه حب موجود عشان استثمره طب اعمل ايه وانا حاسة ان هو مش هيتغير غير لما هدده نعمل حاجة تانية خالص ايه هي اتاحة المشاركة في الحل انا هساعدك ان احنا نخرج من اللي احنا فيه ده تعالى نختار ايه الحاجة الانسب ليك ونتكلم وننفذها تعالي نختار الحاجة الانسب ليك وننفذها تالت حاجة بقى ودوة اللي هينفذ بقى الموضوعين اللي احنا قلناه اللي هو التحول الى الامتنان والامر التاني التوقف عن التهديد ان احنا نعمل ايه نستمر في الحوار دائما والحوار دايما متفق على انه بيجلب الخير بينهم فلازم نتفق على ان احنا نتحاور طول الوقت وعلى فكرة الحوار مش لازم يكون في حالة الفتفضة لكن الحوار ده اكسير الحياة فنتحاور مع بعض بثلاث شروط الشرط الاولاني ان الحوار ده لا نذكر فيه الماضي الحاجة التانية هذا الحوار لا نذكر فيه ماذا التفضيل الافضلية اللي احد فينا الحاجة التالتة الحوار ده لا يذكر فيه للنقد ولا اللوم ولا الشكوى وما نتكلم عن ايه نتكلم عن المستقبل والسعادة ازاي يعني نعيش مع بعض وازاي الحياة هتكون افضل الحاجة الاخيرة اللي بنصح بيها واللي هي ممكن جدا 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 في هذا النمط من الزواج تفرق كتير جدا ايه هي ان كل واحد فينا يقرأ عن المرحلة اللي فيها شريك حياته فهي تقرأ عن مرحلة الزوج اللي هو في مرحلة منتصف العمر وهو يقرأ عن الزوجة الشابة فكل واحد فينا يعرف احتياجات التاني ايه ويحاول بقدر الامكان ان هو يدير حوار يقول لها اول حاجة انا متفهم ان انت عايزة تخرجي وتتفسحي ايه رأيك لو ان احنا نختار منطقة وسط ان احنا نحدد عدد من خروجات بس نعمل فيها جودة في هذه الخروجة ويتقول له انا عارف ان انت بتحب هدوء انا اوفر لك عدد من الساعات في اليوم هدوء عشان تخلص ابحاثك او عشان تيجي ترتاح من اعباء العمل بس وعدني ان احنا نعود مع بعض نعمل اي حاجة مشتركة تكون بيننا كل ما زاد المشترك كل ما زاد التقارب كل ما فضل الحوار موجود كل مكان كل واحد فينا ما بيمتنش على الاخر ولكن ما بيمتنش على الاخر ولكن بيمتن له على كل حاجة بيعملها له في حياته كل ما المسافات بتقرب بتقرب ومهما كان التنوع ده ومهما كان الاختلاف الزوجين بيعيشوا ويشوفوا ابواب جديدة للحياة الوسعة اللي ممكن يعيشوها مع بعض وكل الخلافات وكل الفروق دي بتدوب ويتولد مكان كل الفروق دي مشترك المشترك ده هو اللي هيجذب القلوب لبعض ويفضل يمتن العلاقة ويفضل ده أروة وثقة يتمسكوا بيها ويحسوا بقدير ربنا من عليهم عندما جعل هذا الرباط المنور بينهم يا رب جعلنا من أهل الحكمة إن احنا نستطيع إن احنا نتعامل مع أحوالنا الزوجية مهما كانت في صعوبات مهما كانت في تحديات نقدر نتعامل مع ده ونقدر نوصل لبر الأمان لما نكون عارفين إن احنا في مدد الرحمن سبحانه وتعالى لقد ورغفت روحين إن احنا في مدد الرحمن السللات